السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة بسم الله والسلام على رسول الله الاهلي يشكو خالد الغندور وقناة الزمالك انهيار خالد الغندور وهجومه على الجميع الدردير يصخر من كهربا رئيس لجنة الحكام يعترف بصحة قرار الغاء هدف الاسماعيلي واضح كده يا صديق العزيز ان شاء الله الحلقة دي قوية جدا جدا ودي حلقة يعني ايه ما بعد فوز الاهلي على الاسماعيلي في مبارات امس اللي كان فيها جدل تحكيمي كبير ويمكن انا اشرح تلكم كل الحلقة التحكمية على قناتي التانية تحكيم وتحليل برضو لو حاية بتشترك في قناة التانية طبعا اكيد شرف لي هتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت عندك في الكومنتات ولو حاية بتشترك فيها على الفيسبوك هتلاقي برضو اللينك عندك موجود في الكومنتات في الفيسبوك سواء انا بتشوفني في فيسبوك او يوتيوب المهم طبعا مبارح انتو شفته يعني خارج الغندور كان عمل ألبان بعد فوز الزمالك أعفوا بعد فوز الأهل على الإسماعيل ألبان بمعنى ألبان يعني تقريباً أمبرح ما نمشي بالليل خالص يعني أعتقد ومطبق من أمبرح وتعالى سريعاً كده يعني نستعرض هو أقولك هو قال إيه حشان برضو حاضر معايا القصة وأقولك الأهل ينوع على إيه والدنيا ماشي إزاي أول حاجة قالك مين الحكم المصري اللي نصق فيه الحكام فاقدة شخصية وبيترعبه لو غلطه في حق الأهلي فدي أول حاجة غلط في حق الحكام بعد كده طلع وقالك هو في حد في العالم توقع عليه عقوبة إيقافة نشر مباراة ويلعب حتى الآن ما يحدث فجر دي حاجة من الحاجات طبعاً ما سكتش عن الموضوع ده وتقريباً زي بقولك ما نمشي من مبارح عشان مطش الأهلي والإسماعيلي رجع بعد كده قالك إن شاء الله سيبقى الإسماعيلي في الدوري وتفرح كل جماهيره بص بقى أسمع وتفرح محافظة الإسماعيلية وبو نجمنا العالمي محمد صلاح اللي بيشجع الإسماعيلي منذ الصغر يعني أنا مش فاهم يعني أنا مثلاً هشجع الإسماعيلي علشان والد محمد صلاح أنا مالي حتى لو محمد صلاح بيحب الإسماعيلي أنا هشجع الإسماعيلي علشان محمد صلاح بيحب الإسماعيلي أنا مالي أنا بشجع محمد صلاح يعني حتى بشجعش ليفربول أنا في إنجلترا بشجع منشستر رونيتد من قديم الأزل من أنا عندي عشر سنين لكن محمد صلاح عايزه بأحسن لعب في الجلتر عايزه أحسن لعب في العالم لأن محمد صلاح ده مصري زي محمد صلاح لما ينجح ده نجح لبلدي فأي حاجة تنجح بلدي أنا وراه ومعاه فمش عشان خطر أبو محمد صلاح بيشجع الاسمينة شجع الاسماعيلي يعني كابتن خالد بعدك يا كابتن خالد سيكت لما سكيتش قالك هو الإعلام ليه ما كلمش مدبولي والشبراوي اسألهم هي كرة ضربة جزاء ولا لا ولا ده مش مطلوب في الإعلام طب ما تكلمهم إنت يا كابتن يعني انت بتقولهم طب ما تكلمهم إنت وانت مش إعلام يا كابتن عندك قناة وتطلع في برنامج ولا عندك قصد برنامج وتطلع في قناة تكلمهم يا كابتن شوف ضربة جزاء ومش ضربة جزاء سكت ازاي يعني قالك اللازيس جدا ان الناس بركزة ومختلفة على هدف الإسماعيلي بس ما فيش حد بيجيب سيرة ضربات الجزاء مش لازم نجيب سيرتها أصلها واضحة سكت ازاي قالك الناس اللي تربط على السفالة وقلة الأدب وقلة الدين صعب تتعامل أو تتناقش معاهم بعد كده قالك تحكيم سطلانا وفار سطلانا ودوري سطلانا بعد كده قالك تحكيم الاحتواء ضربتي جزاء للإسماعيلي والحكم والفار خايفين وهدف تم إلغاءه من الفار في صورة غير واضحة والصورة الواضحة اختفت وجمهور بيقول الإسماعيلي هينزل هينزل بعد كده قالك التحكيم علامي النهاردة بص اقسم بالله في مشاكل كده والله في مشاكل الموضوع يعني يعني أنا متأكد يعني ما يطلعش بسهولة كده أو ما يطلعش الكمية الكلام ده غير لو في مشاكل الأهل عمل مشاكل والله اشانا زي ما الكوز أقولك الأهل عمل مشاكل اللي حصل ده مش طبيعي هو مش طبيعي أبدا وحيط ربدا انت تعمل حاجة زي كده خالص يعني الموضوع عجل عن مجرم والله يعني الموضوع مش طبيعي أنا 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 ما زلت مش متخيل طيب نكمل قالك بعد كده زمان كان اسمها هاند بول في تعديلات الفيفا الجديدة اسمها فاخد بول أو ركبة بول وزمان كان الزقة فاول أو بنالتي ودلوقت اسمها لمسة مزقة ما فيهاش حاجة افهموا قانون التحكيم فده يعني أنا الله جماعة أنا بحاول إن أنا إيه قالك آه الدوري المصري بحكام أجانب ومنظومة محترفة لا تنظر إلى ألوان ستغير خارطة المنافسة وسيكون الدوري أكثر إصارة ومتعة وعدالة قالك بعد كده ده مرائب المباريات الأهلوي جدا المتعصب للأهلي المتواجد في معظم مباريات الأهلي ومنها مطش السوبر في الإمارات بتعيين من الحج عامر حسين بعد كده قالك الزمالك لأن يقبل بتواجد حكم مصري في القمة بعد كده اتكلم عن الفرق في الشركات الرعية بين الأهلي والزمالك بعد كده قالك الأندية الشعبية بتعاني بعد كده طلع قالك الزمالك واجه أزمة في الاتفاق مع عدد من الشركات الرعية بسبب أزمة النادي في عدم وجود المجتم والخضر منصور بعد كده قالك مشكلة في ملف إمام عشور والأهلي تفاوض مع عمام عشور عن طريق رئيسه بعد كده طلع قالك كونوا فخورين بناديكم رغم كل ما يحدث ضد النادي يعني أنا أنا بجد والله اللي حصل ده جماعة مش طبيعي انت شفت أنا أقول كلك كم بوست وكم أنوان فيديو وكم حاجة قالت من إمبرح من خدر غندور عشان قالي كسم لإسماعيلي انت متخيل ده بقى اللي بقوله لكم يا جماعة والله يعني أنا أنا أخوات الأهلوية حبيبي عارفين اللي أنا بقوله وفي بعض أخوات الزمالكوية عارفين بس أنا بقول بقى لكل أخوات الزمالكوية أفهموا يا جماعة والله العظيم تعالى كده تفرج على مطش للزمالك والزمالك يكسف فيه هتلاقي خالد الغندور آخره آخره صورة بيشرف فيها عصير اللي بيشربه اللي أخدر ده ما عرفش ده كيوي ولا جرجير ولا إيه وشكرا على كده ده تقريبا لو شاف المطش وتقريبا ده منزل بصد قد من صفحيته مش فارق معه الزمالك يكسب خالص عشان تعالى نكون واضحين الزمالك لما بيكسب هو مش هيلاقي حاجة يقولها والفيديو بتاعه مش هيجيب ريتش وكلامه مش هيجيب ريتش فاعمل إيه أنكش في الأهلوية أستفز الأهلوية أراضي في التحكيم أطلع أتكلم على الأهلي أعمل شوف بقى لما الأهلي بيكون بيلعب تمنمية واربعين بوست تبعى تلاف وخمسمية بوست أنا أردت لك كام بوست ففي مشاكل في مشاكل كبيرة والله في مشاكل ما علينا تعالى نكمل كده لأنني نسيت الموضوع بتاع الحلقة فالأهلي في كلام قوي جدا من الأهلي بيحضر شكوى هيشتكي فيها خارد الغندور وقناة نادي الزمالك على اللي حصل مبارح من تجاوزات ده يعني فحوى الشكوى اللي هتقدم آآ غالبا نتقدم بإذن الله النهاردة بالليل أو بكرة غالبا ده اللي أنا فهمته يعني آآ يكون شابل فيها زي ما أقول لك خارد الغندور وقناة نادي الزمالك هتبقى شكوى تقريبا لاتحاد الكورة والمجلس أعلى الأعلام ومش عارف لمين لكذا حد يعني آآ ومفروض الشكوى ده تبقى شكوى قوية وهجومه على الجميع يعني انت شفت اللي أنا قردت لك ده مش مش هعيد لك تاني القصة يعني لان انت خلاص فيهمت التيتا فيهمت الدنيا مشي ازاي الده دي يصخر من كاربا طبعا عمل الدردير اكيد مش هيسيب الحفلة دي ويسكت فطلع قال لك جاي بصورة كاربا بقول لك انت شايفه لعب كرة انا شايفه ميت مليون جنيه او احنا شايفينه ميت مليون جنيه لو عشان عليه غرامة حريتش يعلى تاني ده اللي بيتعمل يعني وعليزة اقول لك ان برضو صفحة عمل الدردير فيه قد من ما سكها هو اللي بيعرش هاير صفحته دايما الناس ياسمه فغالبا برضو سواء عمل الدردير هو اللي بيكتب ساعات وهو ساعات اللي بيكتب فالتنين يعني بحس ان فيه استفزاز ساعات لجمهور الاهلي في الصفحات دي رئيس لجنة الحكام يعترف بصحة قرار الهدف الاسماعيلي اخبار كتيرة جدا طلعوا بتقول ان بريرا رئيس لجنة الحكام بيثني على اداء حكم احمد الغندور حكم مطشق الاسماعيلي بيقولك ان جون الاسماعيلي فعلا مش جون وهو هندبول قد رئيس لجنة الحكام لاجنبه عشان نكون بس واضحين مواقع كلها نشرت الخبر عشان بس نبقى عارفين وعايز اقول على حاجة معلومة مهمة جدا امبارح احمد العجوز المسؤول في ادارة الاسماعيل ادارة الفنية للاسماعيلي قال ان محمد حسن قال له الكورة جت في ايدي بعد كده طلع في برنامج وراء قال لا ما حصلش محمد حسن كلم كريم خالد كريم خالد ايه مين كريم خالد صاحبي ده ولا مين كلم كريم حسن شحات ومن غير هو وقال له الكورة جت في ايدي وكلم محمد عراقي وقال له الكورة جت في ايدي بعد كده تقريبا حد دغط عريفة الاسماعيلي فطلع نفع لازم يش يطلع تكذب الكتب ده كله وفي كلام ان كلم سيف زاهر يعني نبيلي الحلفاوي الممثل طبعا الكبير قال انه كمان محمد حسن كلم سيف زاهر او سيف دار كلمه قال له الكورة جات في ايدي فانه يطلع ينكر بعد كده ده اكيد حد ضغط عليه في نادي الاسماعيل عشان نكون واضحين بس كورة جماعة ومحمد حسن ده مش منظر لعب بيحتفل بيكون الكورة جات في ايديه فسكت ومشي عارف ان هي هندبول ده لو كان جنو تعادل كان ترم الفرح يعني كان معك وكستيقك عمرو عاطف قال ان صاحب الكورة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم